بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاءت تخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا ترجف الرحمن الرحمن الرحيم والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك هديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأختش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك جحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآسر الهياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا أشية أو دحاها بسم الله الرحمن الرحيم أبس وتولى أنجاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من يستغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في سحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أخفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينذر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المنودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لكون رسول كريم زي قوة إن دز العرش مكين مطاء ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرق بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمقففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يزن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أشاطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصار الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيك مختوم حتامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتخامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضارون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوّب الكفار ما كانوا يفعرون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ذهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن نبط شربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الخفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق أن نجم الثاقم إن كل نفس لما عليها حافظ فليانذر الإنسان من مما خلق خلق من ما إن دافق يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحسن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فاجعله غساء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأخواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي عشر والشفع والواتر والليل إذا يسر هل في ذلك قصر الذي يحجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهالا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهضون على طعام المسكين وتأكلون التراس أكلا لما وتحبون المال حبا جمّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتزكر الإنسان يومئذ يتزكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وَوَالِدِهُ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدَ أَيَحْسَبُ أَلَّيْ يَقَدِرُ عَلَيْهِ أَحَدَ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَلُّبَدَ أَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنَ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ فَلَقْتَحَ مَا الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّرَقَبَةِ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقَرَبَةِ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةِ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوا بِالصَّبَرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَنَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةِ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها قَدْ أَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ سَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقَيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ أُقْبَاهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرُ وَالْأُنْسَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَرَّى وَسَيُجَنَّهُ هَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَالِ أَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى إِلَّا بَطْقَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْدُحَا وَالْأَيْغِ إِذَا سَجَا مَا وَالْدَعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا قَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَظِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَجْرَكَ وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ زَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ أَنْقَ رَبِّكَ فَرَغْتَ 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 فَرْغُتَ لَكَ اشتركوا في القناة 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 بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة 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 الرحيم والعديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات سبحا فاتر نبيه نقعا فوسط نبيه إياه إن الإنسان لراقبه لأنود وإنه على ذلك الشحيد وإنه لحدبل خيري لشدد قال أفلا يعلم إذا أبعصر ما في الكبور وهسي لما في صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة رضيه وأن ما من حفظ موازينه فأمه هاقيا وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زركم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر بسم الله الرحمن الرحيم واللل لكلهم زت اللمزة اللذي جماع مالو وعددده يحسب أنماله أخلده كلا ليمبدان في الحقم وما أدراك ما الحقما نار الله المقادة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددد بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأوصل عليهم طيرا أبابيل طومهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم صاهون الذين هم يراءون وَيَمْ نَعُونَ الْبَاعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْفَيْنَا كَالْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرْ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَخْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَاءَ بِلَهَبٍ وَتَبِّ مَا أَوْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبِّ سَيَسْلَانَ رَنْ ذَاتَ لَهَبِّ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَ تَلْحَقَبِ فِي جِدِهَا حَبَلٌ مِّمْ مَسَدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدُ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ مَلِكِ الْنَّاسِ إِلَهِ الْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخُنَّاسِ أَلَّذِي يُوَسْفِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ مِنْ شَرِّ الْخُنَّاسِ واجعله لنا إماما ونورا وهدا ورحمة اللهم نذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهرنا ورزقنا تلاواتاهم على الليل وآطافاً لها واجعله لنا بجانيا يا رب العالمين يا الله sayangi kami dengan Quran jadikan Al-Quran iman dan cahaya petunjukkan rahmat ya Allah tegurlah kami dirlamalaikannya dan ajarkan mujizat Al-Quran Bantulah kami membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari jadikan Al-Quran ya Allah Tuhan kami isan Al-Quran 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 wal-al-ariqa jadili wa t madam كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى القرآن ربيع القلب أحفظه فيزلي كربي آيات النور أراتلها فتقبل مني يا ربي اقرأ ورقة اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى آيات شرحت لي صدري وأريز عطر لعمري قلبي ممتلئ بالشكري ولساني رطب بالذكري خير الأمة منعظمه وتعلمه ويعلمه فازل الله أناسا عمله كي نحفظه كي نفهمه اقرأ ورقة اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ ورقة اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ ورقة اقرأ ورقة اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى قلبك أنقى اقرأ ورقة اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ ورقة اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى القرآن ربيع القلب احفظه فيزلي كربي ايات النور ايات النور أراثلها اقرأ ورقة اقرأ ورقة اقرأ ورقة اقرأ ورقة القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى ايات شرحت لي صدري واريز عطر لعمري قلبي ممتلئ بالشكري ولساني رقب بالذكري خير الأمة منعظمه وتعلمه ويعلمه اقرأ ورقة اقرأ ورقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقرأوا ولقا اقرأوا ولقا القول العظم والألقا نتل وتتبر كي تغدو نوحك أظهر قلبك ألقا ايات شرحت لي صدري واريز عطر لعمري قلبي ممتلئ بالشكري ولساني رقب بذكري خير الأمة منعظمه وتعلمه ويعلمه فاشغى الله أناسا عملوا كي نحفظه كي نفهمه اقرأوا ولقا اقرأوا ولقا اقرأوا ولقا القول العظم والألقا نتل وتتبر كي تغدو روحك أقر قلبي اقرأوا ولقا اقرأوا ولقا ألقون لا قلبي نتل وتتبر كي تغدو روحك أظهر قلبك ألقا قلبك ألقا اقرأوا ولقا اقرأوا ولقا القول العظم رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنهى اقرأوا ورقة ألقونا الأعظم والأرقة رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأوا ورقة ألقونا الأعظم والأرقة رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى القرآن ربيع القلبي أحفظه فيزلي كربي آيات النور أرسلها فتقبل مني يا ربي اقرأوا ورقة ألقونا الأعظم والأرقة رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى آيات سرحت لي صدري وأريز عطر لعمري قلبي ممتلئ بالشكري ولساني رقب بالذكري خير الأمة من عظمه وتعلمه ويعلمه فازل الله أناس نعمل كي نحفظه كي نفهمه اقرأوا ورقة ألقونا الأعظم والأرقة رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأوا ورقة ألقونا الأعظم والأرقة رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى أتخفomm راتل جميعا اشتركوا في القناة